موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة يبدو أن الهجرة ليست حلما يداعب مخيلة السوريين فحسب بل هذا أيضا انتقل إلى الشباب الإسرائيليين وعن هذا السياق نشرت صحيفة الانديبندنت تقريرا عن هجرة الشباب من إسرائيل باتجاه ألمانيا ورغبتهم بالاستقرار في البلد الذي ولدت فيه النازية جاء فيه تقول الانديبندنت إن شبابا إسرائيليين هاجروا إلى ألمانيا واستقروا هناك وأصبحوا يحفزون غيرهم من الإسرائيليين على الهجرة إلى برلين لأن الحياة فيها أرغد وأسهل وتضيف الصحيفة أن هذه القضية أضحت محل جدل في إسرائيل حيث تعتبر الهجرة بمثابة الخيانة والعار وبدأ الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أشر جندي إسرائيلي سابق يقيم في برلين إلى غلاء الأسعار في إسرائيل مخارنة بالأسعار في ألمانيا تولت التعليقات التي طلب فيها الإسرائيليون من المستشارة الألمانية أنجلا ميركل منحهم التأشرة لدخول بلادها وتأتي هذه الموجة من الجدل بعد احتجاجة واسعة طلب فيها الإسرائيليون بخفض أسعار السلع وتوفير المساكن وتقليص الفجوة بين الفقراء والأغنياء وأثر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا سياسيا نظرا لحساسية برلي لدى الإسرائيليين ودفع هذا الجدل وزيرا في الحكومة الإسرائيلية إلى وصف المشاركين في الدعوة إلى الهدرة بأنهم معادون للصهيونية قائلا لا بد لليهودي أن يعيشوا في إسرائيل ونقلت الانديبندنت تصريحا لرئيس الوزراء السابق إسحاق شامير يعبر فيه عن صخطه من الإسرائيليين الذين نسوا المحرقة وتركوا إسرائيل من أجل بطنهم إبولا يشغل العالم ولكن يبدو أن هناك ما هو أخطر منه نشرت صحيفة الديلي تيليغراف مقالا تناولت فيه الأمراض التي تعانيها القارة الإفريقية والتي يعد بعضها أخطر من فيروس إبولا الذي شغل الدنيا واستنفر العالم كله جاء فيه تقول الصحيفة أن فيروس إبولا خلف ألاف القتلى في دول غرب إفريقيا التي تفشى فيها خلال سبعة أشهر فهو دون شك أكثر فتكا من أمراض أخرى مثل إنفلوانزا الخنازير أو الطيور ولكن في فترة سبعة الأشهر نفسها يصل عدد ضحايا الجوع أربعين ضعفا مخارنة بعدد ضحايا إبولا ويرتفع عدد ضحايا الملاريا سبعين ضعف ضحايا إبولا وتضيف الصحيفة أن وفاة هؤلاء ترجع إلى انعدام أساسيات الحياة وتتسأل الديلي تيليغراف لماذا الهلع والخوف من إبولا وعدد ضحاياه أكثر من الملاريا والجوع وتمضي في تحليلها بأن أصل الداء هو الافتقار إلى أساسيات الحياة المنعدمة في دول مثل سيراليون وغينيا وليبيريا التي هي من أفقر الدول في العالم وبالتالي فإن منظومتها الصحية ضعيفة لا تصمد أمام تفشي الأمراض وتردي لتيليغراف أن إرسال فرق طبية وعاملين في قطاع الصحة إلى هذه البلدان لا يسعفها ولا يساعدها على بناء منظومة صحية قادرة على مواجهة الأمراض فالمطلوب هو مساعدتها على توفير أساسيات الحياة ومحاربة الفقر وبناء منظومة صحية فعالة تقضي على الأمراض والأوبئة الفتاكة وعلى الفقر أيضا ما يجري في سوريا والعراق ومصر لا يمكن أن ينفصل بحال عما يجري في فلسطين لأننا ورغم كل العراقيل التي يتفنن في خلقها وتقويتها الأعداء أمة واحدة هذا ما يؤكده مشعل حيث نشرت الجزيرة نت بعنوان مشعل يدعو لجمعة غضب فلسطيني وإسلامي لنصرة الأقصى دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقامة الإسلامية حماس خالد مشعل دعا الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وجمهر الأمة الإسلامية إلى التعبير عن غضبها يوم الجمعة من أجل المسجد الأقصى ونبه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الانشغال بالاضطرابات الإقليمية في محاولة لسيطرة على الأقصى وقال مشعل إن الحكومة الإسرائيلية تستغل انشغال العرب بالاضطرابات الإقليمية وخصوصا في سوريا والعراق وتحاول السيطرة على المسجد الأقصى وأضف أن الأمة مثقلة بهمومها وجراحها لكن لا شيء يتقدم على أولوية القدس والأقصى وأشر إلى أن الأقصى يستحق من جماهير الأمة الحراك الفاعل ومن قادة الأمة التحرك على كل الصعود وأن يكون الأقصى معير الغضب والرضا تجاه السياسات الإقليمية والدولية ووصل مشعل حديثه قائلا إن الأقصى يستحق بذل الشهداء وأن كل قادر على حمل السلاح في البنطء منطقة عليه أن يدافع عنه لأن هذا هو المعنى الحقيقي للجهاد وشهدت الأيام السابقة اشتباكات بين محتجين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحرم القدسي الشريف في ظل محاولات من قبل متشددين يهود لاقتحام الحرم القدسي الشريف بغرض كما يعلنون بغرض إقامة طقوس دينية ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بمحاولة تقييد حرية وصولهم إلى المسجد الموجود داخل أسوار البلدة القديمة في القدس للسماح لليهود بالصلاة هناك كما أن الاحتلال متهم بمحاولة تقسيم الحرم القدسي بين المسلمين واليهود زمنيا وهو ما يرفضه الفلسطينيون المنطقة العازلة قادمة هذا ما نشره موقع الجزيرة نت بعنوان طوع ما يرجح إقامة المنطقة العازلة بأربعة أشهر قد رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة أن المجتمع الدولي تفهم ولو في وقت متأخر معاناة السوريين وإنه بدأ إجراءات إقرار المنطقة العازلة في سوريا مرجحا أن تقام خلال أربعة أشهر وكان تركيا قد طرحت الأسبوع الماضي فكرة إقامة منطقة لحماية المدنيين شمال سوريا في ظل تصاعد أعداد النازحين إليها تراء الحرب الدائرة في سوريا وإذا الطرح التركي تبايرت المواقف داخل الإدارة الأمريكية منه بينما أبدت كل من بريطانيا وفرنسا تأييدا واضحا للمقترح من جانبها عبرت إيران عن قلقها مما أسمته إمكانية تحقيق أنقرة مكاسب ومصالح من إقامة هذه المنطقة داعش تعيد إحياء الرق لترفض خزانها البشر بدماء جديدة نشرت صحيفة الحياة بعنوان إن كشارية البغدادي صبية ينشأنا على الطع وضع خليفة داعش أبو بكر البغدادي يده على الكثير من الإمكانات في الأراضي التي سيطر عليها لكن ثروة الحقيقية التي في عهدته هي ألاف من الأطفال الذين تستقطبهم عسكرة خاصة على الطريقة الإنكشارية بعضهم أيتام وآخرون أبناء سبايا وسيصبحون خلال سنوات سلاحا مدمرا وكان داعش نشرف العدد الأخير من مجلته دابق الصادرات في الرقة مقالا بعنوان إحياء الرق قبل قيام الساعة فصل فيه المبررات الدينية لإعادة العمل بنظام الرق مبررا بذلك سبيى النساء والأطفال الإزيديين خلف تبريرات داعش هذه حقائق كشفها للحياة شهود من أهل الموصل تحدثوا عن نقل تنظيم مئات الفتيان والأطفال معظمهم أيتام وبعضهم تم استقطابهم أو انتزاعهم من عائلاتهم إلى معسكرات تدريب خاصة خارج المدينة لعزلهم عن العالم الخارجي وتدريبهم وفق الطريقة الإنكشارية وفي الأفلام والصور التي يعرضها داعش لعمليات إعدام أو تمثيل بالجثث أطفال تتراوح أعمارهم بين عشر وثلاثة عشر سنة يشهدون عمليات القتل أو يشاركون بها ونشر التنظيم في تموز يوليو الماضي شريطا لمعسكر تدريب في الرقة لأطفال يتدربون على تنفيذ هجمات انتحارية بأحزمات ناسفة وكان الحديث عن وجود عائلات قاعدية مقتصرا على مخلفات التنظيم في العراق ويتكون من ثمرات الزيجات التي أقدم عليها المقاتلون حتى نهاية الحرب الأهلية عام 2008 إذ يحرص قادة التنظيم على تزويج أرامل مقاتله ورعاية أبنائهم نشرت صحيفة الشرق الأوسط بعنوان نكسة دبلوماسية لأنقرة في الأمم المتحدة وانتصار لشافيز أربع جولات تصويت تفوز فيها إسبانيا على تركيا شهدت الأمم المتحدة أمس جلسة مثيرة في عملية تصويت الدول الأعضاء لاختيار خمسة أعضاء غير دائم العضوية في مجلس الأمن إذ تركيا التي توقعت أن مكانها مضمون لم تستطع الحصول على الأصوات الكافية للفوز بمقعد وبينما فازت إسبانيا بالمقعد بعد جولة ثانية من التصويت كان موقع فنزويلا مؤكدا بعد أن كانت المرشحة الوحيدة من أمريكا اللاتينية ولكن المثيرة في فوز فنزويلا بالمقعد غير الدائم في مجلس الأمن هو تعيين ابنة الرئيس الراحل هوغو تشافيز ماريا جابريل جابرييلا نائب السفير في البعثة مما يؤكد صعود نجمها الدبلوماسي على ساحة العلاقات الدولية وكان رئيس الوزراء التركي وزير خارجياتها السابق أحمد داود أغلو شدد على أهمية الفوز بالمقعد في خطاب أول أمس قائلا لو انتخبنا وأعتقد أن ذلك احتمال كبير سنكون الدولة الوحيدة في العالم التي تنتخب بعد خمس سنوات فقط وأضاف ذلك سيظهر أهمية تركيا سنواصل تمثيل تركيا في كل ركن من العالم إلى أن التصويت بين أعضاء الجمعية العامة لم يكن في صالح تركيا وتراجع جولة تلو جولة عصر أمس لتخرج مدريد هي المنتصرة ننتقل الآن مشاهدنا إلى الصحافة التركية حيث نشرت صحيفة ستار مقالة لحليمة كوكتشي بعنوان لم يتحملوا الإخوان فجاءتهم داعش جاء فيه وقفت الولايات المتحدة خلف الانقلاب الذي حصل في مصر ودعمته وهذا لم يؤدي إلى تعزيز مبدأ العلمانيات في المنطقة بل قادها إلى تعزيز الفكر السلفي المتشدد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بمحاربة التنظيم الأكبر في العالم الإسلامي والذي يمثل الإسلام المعتدل وهو تنظيم الإخوان المسلمين بتعاون مع دول حلفاء لها كإسرائيل والسعودية التي طلبت من ممثليها الوقوف ضد الإخوان وهذا ما حصل في مصر فقد سحبت الأحزاب السلفية في مصر دعمها للإخوان المسلمين ووقفوا بجانب السيسي وحاولوا القيام بنفس الشيء في تونس أما في سوريا فقد عملت الاستخبارات الغربية على إقحام عناصر من تنظيم القاعدة وداعش وسط صفوف المعارضة السورية من أجل تمزيقها وتفتيتها أما في العراق فقد أخرجوا كل المساجن الذين اعتقلوا ما بعد صدام حسين من أجل تأجيج الصراع المذهبي لإراقة دماء السنة هناك وكانت هذه الأرضية خصبة لكي تخرج داعش محققة أهدافهم الأولية ثم سيقومون بتصفياتها بعد انتهاء مهمتها الآن يمارس تنظيم الدولة الإسلامية جرائمه بطريقة بشعة جدا لدرجة أنها كانت مصدر جذب واهتمام للشباب الغربي الهاوي لسفك الدماء والإدرام كلنا ندرك أن الأعمال التي تقوم بها داعش خارجة عن إطار الدين وخارجة عن إطار الإنسانية ككل لكن تسمية داعش على أنها منظمة سنية ما هو إلا محاولة لإيجاد مبرر لما تقوم به الدول الغربية لكن يجب أن لا يفلت كل شخص أرد إدخال تركيا في موجة من الفوضى والعنف فمن قام مؤخرا منهم بأعمال مماثلة لإرهاب داعش من قتل وحرق للممتلكات يجب أن يحاسب نشر موقع دويتش فيلا عربية بعنوان عربيتان بين أقوى السيدات في مجال إنتاج البرامج التلفزيونية شهدت مدينة كان الفرنسية تكريم أقوى 25 امرأة في مجال صناعة البرامج التلفزيونية حول العالم وضمت قائمة تكريم سيدة مصرية وأخرى أردنية تقديرا لنجاحاتهما في إدارة شركات إنتاج برامج تلفزيونية لقيت رواجا كبيرا علت مجلة هوليوود ريبورتر قائمة تضم أكثر النساء في العالم التي أثبتنا قدرتهم على صناعة برامج تلفزيونية قوية تترك أثرا كبيرا في الرأي العام ومن ضمن اللواتي تم تكريمهن الإعلامية المصرية نشوى الرويني الرئيس التنفيذي لشركة بيراميديا للإنتاج الفني والتي تتخذ من أبو ظبي مقر لها وقالت المجلة إن رويني من السيدات البارزات في مجال صناعة البرامج التلفزيونية العربية وأضافت بدأت رويني مسيرتها المهنية وهي في سن المراهقة وبالتحديد في الإذاعة القطرية وتقدمت في عملها حتى وصلت إلى التلفزيون لتكون أصغر مقدمة برامج في منطقة الشرق الأوسط وتابعت واستمرت نشوى الرويني في التقدم بخطة سريعة في شركتها الخاصة للإنتاج التلفزيوني وتقف هذه الشركة خلف عدة برامج جماهيرية نالت نجاحات هائلة على مستوى منطقة الشرق الأوسط منها شاعر المليون وأمير الشعراء نحيك عن البرنامج الحواري نشوى والذي كانت تقدمه على قناة دبي الفضائية وضمت القائمة أيضا الأردنية رندل أيوبي والتي تنتج سلسلة رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد للأطفال لتعزيز التفاهم بين ثقافة الشرق الأوسط والغرب نشر موقع أخبار تركيا مقالا لمجاهد مليجي بعنوان يثوار مصر لتكن سلميتنا موجعة ومهابة ومشروطة جافي كل ليل آخره نهار مهما طال الانتظار سلميتنا أقوى من الرصاص عبارة أطلقها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين من فوق منصة رابعة في قلب الثوار الأحرار بميدان رابعة العذوية في أعقاب الانقلاب العسكري الدموي وصارت شعار للمرحلة وصار الجميع يرددونها طوال عام ونيف واليوم هذه العبارة لحاجة إلى مراجعة وإعادة تعريف ما هي السلمية وكيف تكون السلمية وكيف تسقط هذه السلمية وكيف تسقط هذه السلمية هذا الانقلاب المتوحش الذي يقتل كل من يقف في طريقه حتى بلغ الفجور بالانقلابي الخائن العسكري عبد الفتاح السيسي أن يعترف بدمويته في قلب الأمم المتحدة وفي مؤتمر صحفي عندما سأله أحد الصحفيين عن استفحال القمع والاعتقال في عهده ويرد ويقول يقول الكاتب وأنا هنا أوجه كلامي إلى قادة التحالف وإلى قادة الإخوان المسلمين وإلى كافة ثوار الأحرار الرافضين للانقلاب العسكري الدموي في مصر ماذا تنتظرون؟ بعد أن حدد الانقلابي المجرم أسلوب التعامل معكم اغضب فإن الله لم يخلق شعوبا تستكين اغضب فإن الأرض تحني رأسها للغاضبين اغضب فإنك إن ركعت اليوم سوف تظل تركع بعد ألاف السنين اغضب موقع عربي 21 نشر منقال لبشير نافع بعنوان تركيا ترفض تحمل مسؤولية التخبط الأمريكي في البشرق جاء فيه كان أسبوعا مذهشا بلا شك فخلال أيام قليلة من بدء تقدم قوات دولة الإسلامية نحو مدينة عين العرب بدأت حملة إعلامية غربية على تركيا تطالبها بتدخل الإنقاذ المدينة من السقوط معالقون غربيون سيما من المتعاطفين مع الدولة العبرية أو الليبراليون اعتدوا دعم كل تدخل غربي في العالم أو خبراء قليل المعرفة بشؤون المشرق وشعوبه اصطفوا جميعا لاتهام تركيا بالتخلي عن الأكراد أو يتعاطف مع داعش أو خذلان التحالف الغربي المناهض للإرهاب والأكثر مدعات للدهشة كان تصريح مبعوث الأمم المتحدة لسوريا المحترم ستيفن دي بستورة الذي طلب تركيا بفتح الحدود للمقاتلين الأكراد الأكراد الأتراكي على ما يبدو لمساندة أشقائهم المدافعين عن عين العرب برغم من أن مجلس الأمن كان قد مرر قرارا دوليا يؤكد على منع تدفق المقاتلين إلى سوريا وأن الدول الغربية تحاكم وتسجن وتجرد جنسية كل من يضبط عائدة من القتال في سوريا بغض نظر عن الجهات التي يقاتل معها الموقف التركي في الحقيقة واضح ولا يحتاج لكثير من البحث والتنقيب معركة داعش في عن العرب كما كانت معاركها في الرقة والباب وكثير من المواقع السورية الأخرى لم تكن ضد الأكراد ولا ضد العرب وعين العرب ليست سوى حلقة أخرى في هذه المعارك توضف أن يكون أغلبية سكانها من الأكراد وأن يكون صاحب النفوذ والسيطرة فيها حزب الاتحاد الكردستاني السوري والذي كان دائما على علاقات وثيقة بالجناح الأكثر تطرفا في حزب العمال الكردستاني التركي وعلى علاقات تفاهم أقرب للتحالف مع نظام الأسد في دمشق خلف هذا الضجيج الكبير حول عين العرب ومناخ الضغط الإعلامي الغربي على تركيا ثمت مشكلة أكبر مشكلة استراتيجية في إدارة أوباما لمواجهة داعش ويختتم الكاتب قائلا هشاشة التحالف الذي اعتقدت إدارة أوباما أنها نجحت في تشكيله في مؤتمر جدة الوقاع الصلبة على الأرض والغموض السياسي في استراتيجية واشنطن اجتمعت معا في عين العرب ألها مشيت إلى حد كبير في مجمل الصورة لتضاعف من الحاجة لدور تركي ينقذ تحالف المئة دولة من الحرج المرأة أما وزوجة وأختا شركة الرجل في ثورة الحرية ورفيقته في درب النضال أصابها ما أصابه من ألام وجراح ولكن جراحهن أوسمة هذا ما نشرته جريدة عين بلدي بعنوان جراحهن أوسمة للدكتورة سما حدايا تتحدث القصص والأخبار باستحياء عن قصص وبطولات في مواجهة فجائعة ومآس وأهول حالة صعبة من الكتح والبؤس والخروج من المأزق ليس سهلا في ظل المأساة والأمر المهم جدا موضوع المسئولية الشخصية للمرأة التي تتمثل في نضال لمحاربة الاستغلال والجوع والعوز والتخلف فضلة المرأة تبدأ من النضال الفردي لقيادة الذات والصمود أن يضالوا ضد الاضطهاد والاستغلال والجهل والانقسام والتفرقة والتمييز المرأة بسؤولة عن مصيرها لا تنشر نفسها وأسرتها من الفقر والذل إلى بالشجاعة والوعي والعمل الرذيلة هي الضعف والاستسلام للاستغلال والإذلال والقهر والإجوار قد تصبح الخيارات أمام المرأة صعبة في ظل المخاطر والمخاوف التي تفترسها لكن الخروج من المأزقية تطلب معركة مع الذات والواقع خصوصا مع مسؤوليات المرأة الكثيرة في رعاية الأطفال والأسرة والعائلة من صغيرها لكبيرها فليس هناك أكثر مشقة من تربية الأطفال ورعاية المسنين في فقر وعوز وحصار وتشرد وتشتت الثورة لا تعني الإطاحة بسلطة سياسية والمجيء بسلطة سياسية أخرى الثورة إطاحة بنظام والمجيء بنظام آخر وثورة اجتماعية والثورة الاجتماعية ليست مجرد حدث بل عملية مستمرة وطويلة خصوصا عندما يكون المجتمع متخلفا الثورة مرتبطة بيوميات الناس ويحملها الجميع لذلك تحتاج إلى مهمة التعليم والتثقيف والتهذيب والمرأة هي الأقدر على التعليم والتنشئة وإعداد الفرد وتهيئته للواقع الجديد التغيير لا يبنيه العلماء والمفكرون فقط بل البشر الذين يفهمون التاريخ ويسيرون مع حركته واقعيا وإنتاجيا ودور المرأة كبير جدا في هذا ويبدأ بمساعدة نفسها على التحرر الفردي صحيح أن نضال المشترك ونضال النساء جمعيا ضروري للفوز بالحقوق ومهم في مكافحة استبداد النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ويمكن أن يحل المشاكل المصرية للمرأة قانونيا وسياسيا لكنه وحده لا يكفي أن نضالات الفردية الواعية لمواجهة الاضطهاد والعنف والاستغلال الأسري والاجتماعي والاقتصادي والمهني والسياسي وتحدي القهر هو الأساس ونضال الفردي بتحسين الثقة بالنفس والعمل الشجاع لمواجهة الحرمان والتمييز والتحيز جزء من الثورة وقيادة التغيير نحو الحرية والعدل والمساور مشاهدين الكرام حقا جراحهن أوسمة والوسام الأعظم تعلقه الثورة على جبهة المرأة الحرة في يوم النصر القادم إن شاء الله يتجدد لقاؤنا معكم غدا إن شاء الله شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة